السلام عليكم اليوم سأشرح لكم موضوع بال-ECG اللي هو Left والRight Bundle Branch Block بس قبل ما راح أشرحها راح أدخل مقدمة بسيطة وإن شاء الله تفهموا الموضوع نحن مثل ما نعرف أنه الكهرباء تبدأ بال-SA node تنتقل لل-AV node تأخرها قليلا ثم تعطيها لل-Bundles of His أو His Bundles اللي هذه الحزم تتقسم إلى حزمتين تذهب إلى اليسار وتغذي ال-Left Ventricle وحزمة إلى اليمين تغذي ال-Right Ventricle هذه نسميها ال-Right Bundle Branch وهذه ال-Left Bundle Branch طبعا هذه الحزمة راح تنقسم إلى Left Anterior Fasicle وLeft Posterior Fasicle وماذا تشوفون أن يراسم ال-Left Ventricle أوسع وأكبر وهو بالفعل هالشكل في الجسم ولذلك يحتاج كهرباء أكثر ولذلك Access أو محور الكهرباء دائما يميل نحو اليسار لأنه هذه المنطقة تحتاج كهرباء أكثر وتلاحظون أنه عندنا اثنين من ال-Fasicles ذات غذي هذه المنطقة أيضا مبدأ اللي أخي لازم أذكركم به هو Negative والPositive Deflection لما نشوف احنا في ECG لما نشوف موجة موجبة أو سالبة هذه مو معناها أنه هي موجبة أو سالبة هذه معناها أنه الشحنة التي تمر للقلب اتجاهها بالنسبة للليد كيف يكون إذا كانت مقتربة نحو الليد راح تكون موجبة وإذا كانت تعدى راح تكون سالبة وممثلة بهذا المخطط البسيط اللي هي هذه عبارة عن كاميرا كأنه كاميرا وعدنا هنا لنفرض سيارة تتقرب فلو تقربت هذه السيارة على الكاميرا فرح تكون الصورة أكبر ورح نسميها Positive Deflection ولو بدت تبتعد عن السيارة راح تبدأ تدخل بال Negative Deflection أو حالة الابتعاد والصورة تبدأ تصغر فتكون سالبة فهذه هي الفكرة إضافة إلى هذه المسافة اللي تلاحظوها هي تمثل سرعة حركة الشحنة فلو الشحنة تحركت بشكل بطيء راح تسداد ولو تحركت بشكل سريع راح تقل فهذه حبيتنا تفهمون الفكرة من هذه المسألة هنالا الليدات المهمة طبعا عندنا V1 والV2 اللي هذولا ينظرون لمنطقة السيبتم والLateral Leads اللي هي الليد الأول والليد V5 و V6 اللي تنظر للLateral والAVL اللي ينظر لمنطقة هذه بهذه الطريقة هذه الليدات هذه تنظر للLift Ventricle هذه تنظر للسبتم طبعا راح تقول للي بين الRide Ventricle الRide Ventricle تنظر للInferior Leads لأنه الحقيقة هذا رسم توضيحي الRide Ventricle راح يكون في الجسم بشكل طبعا بهذا الشكل مقلوب نوعا ما فRide Ventricle تنظر للLead الثاني والLead الثالث والAVF فلازم نفهم هذه الفكرة طبعا هسه راح يشرح لكم شنو معنى الRide Bundle Branch Block أو الLift Bundle Branch Block بلوك مثل انسداد معناها يعني شنو انه شوحنا بعد ماذا تمر في البندلز سواء كانت بالLift أو بالRide طبعا انا قلت لكم عني دا تكلم فقط عن الMain Bundle يعني ما راح اتكلم عن Lift Interior Physical وLift Posterior Physical هذي انشاء الله في فيديو آخر لان بيها تفاصيل أخرى لكن فقط دا تكلم على الأساسيات فلو انو الكهرباء مقام تتمر بالRide Side أو هذه البندلز فراح نسميها Right Bundle Branch ونحط به اللوخ اللي هي معناها بلوك لو كانت ما تمر بالLift Side راح نقول Left Bundle Branch Block بهذه الطريقة فشنو ممكن راح نشوف تغيرات راح تحصل في ECG طبعا هنا نطيقكم نقطة نازم تفهموها لنفرض انو Right Bundle Branch او هذه الجهة اللي يمنى قطعات هل معنات انو الكهرباء ما راح تنتقل بعد للRide Ventricle او الRide Ventricle بعد ما راح يتقلص طبعا لا كيف راح تنتقل لازم نعرف انو في العضلات القلب بين كل عضلة وعضلة ثانية اكو فتحات يسموها Gap Junctions هذه الفتحات تسمح انتقال الايونات لما تصير عملية Action Potential ويدخل تدخل ايونات الصوديوم حتى تتحفز الخلايا انو تم تتقلص فاللي نفرض انو هذه الخلية تحفزت فهذا الخلية راح تنتقل من خلالها ايونات الصوديوم الخلية المجاورة وهذه الخلية ايضا راح يصير بها تحفز وبالتالي راح يصير Action Potential راح ينتقل الى هذه الخلية المجاورة حتى وان لم تصلها للBundles طبعا هذه انو هذي ارسم حالة بلوك زين شنو الفرق طبعا هنا عن البندلز البندلز لما تأطيكه الهرباية تطيكه بطريقة سريعة للخلايا لكن لو عن طريق الGap Junctions راح تكون بطريقة بطيئة فراح نشوف الموجات تكون ابطأ في هذه الحالة فهذه مهمة نقطة كلش مهمة حتى تفهمون البندلز برانش بلوك فراح اشرح لكم هسه شنو التغيرات مثل ما قلت لكم اذكروا الV1 والV2 دا ينظرون للسبتم وهذه المنطقة تنظر لنا لللفت سيطرعا هذه ايضا تعتبروها تنظر لللفت سايد فهذه كلها يخطوها في مجموعة واحدة في حالة البندل برانش اللي هي الAVL والليد الاول والليد الV5 وV6 وهذه يخطوها بمجموعة واحد اللي هي الV1 والV2 فشنو راح نشوف تغيرات في حالة طبعا ها راح نكتب الRITE BUNDLE BRANCH إيش بلوك ففي حالة طبعا هذي هنا لدي ارسمي هنا الليد الاول والثاني هذي الرسمة طبيعية فلو تلاحظون الرسمة طبيعية هذي عندنا الP ويف هذي R هنا طبعا S وهذي T ويف لو تلاحظون هذي الR هي تقفون شونا تمثل تمثلين انتقال الشحنة داخل او ليش لانه الشحنة في السبتم طبعا الLIFT BUNDLE BRANCH هذي اليسرة هي اكبر واكثر فيها شحنة من الRITE BUNDLE BRANCH فالكهرباء راح تصير بهذه الطريقة داخل السبتم فبالتالي اش راح يصير راح تتقرب شوحنة نحو V1 و V2 فرح تطلع عندنا POSITIVE لكن عمليا هي تكون قليلة لانه السبتم ما بيكون العضلية كبيرة فرح نشوف الR ويف بهذه الطريقة ثم S ويف وثم T ويف اللي تمثل لنا الREPRORORIZATION في هذه المنطقة راح نشوف ان P ويف طبعا هذي Q ويف هل أرسمه هذه الطريقة Q ويف وهذا الQ ويف وهذه الR وهذه الS وهذه T لانه ليش صار عندنا الQ ويف لانه تمثل ابتعاد الكهرباء في منطقة السبتم عن هذه الليدات فبالتالي ثم R ويف لانه راح تجي الكهرباء باتجاهها عن طريق ال ثم بعدين S ويف ثم T ويف اللي تمثل لنا DEPLORIZATION او حالة الانبساط وهنا حالة الانقباض داخل VENTRICAL وهنا نفس الشي حالة الانقباض وهذه حالة الانبساط ومن هذي كلها يسموها Q RS COMPLEX Q RS COMPLEX هذه الكهرباء راح تمر بال R وخلص بعد هذا الانتقال يوقف وراح تروح لل R لكن في حالة هذا ال بلوك الكهرباء ما راح توصل ل R R ساعد أو R و راح ساعد R راح تروح عن طريق الخلايا وبالتالي راح تنتقل الكهرباء مرة ثانية طبعا تجي مرورا بال السيبتم مرة ثانية راح تجي تنتقل عن طريق الخلايا هالمرة عن طريق القاب جنكشن وبطريقة بطيئة وتروح لل right side حتى تغذي right ventricle وصير بانقباض فبهذه الحال راح تكون R ويف ثانية لأنه مرة اللوخ تقربنا نحو الليدات فراح تصعد positive deflection ثاني فهذه R ويف ثانية طبعا راح يتبعها ST depression هذه R S وهذه R يسموها R dash وهذه طبعا T ويف فراح نلاحظ شنو راح يصير عندنا في حالة right bundle branch block راح نلاحظ R S R أو R S R dash ونلاحظ أيضا T wave inversion تكون بهذا حال لأن الكهرباء جدتي بشكل معاكس طبعا هذي هنا لازم تعرفون هنا T wave inversion مو معناتها schemية لأنه هنا الحالة سببها right bundle branch block راح نشوف طبعا قد شوفون أنه QRS هذا QRS اللي هو كان صغير توسع ليش لأنه هنا الكهرباء جدتي بشكل بطيء لأن عن طريق gap junction وقلت لكم أنه الانتقال اللي شو نحن بال gap junction يكون بطيء فراح يكون توسع في الكهرباء أو توسع في الزمن فش راح نشوف QRS راح يتعد 120 ms أو أكثر من طبعا أكثر من ثلاثة مربعات صغيرة في ورقة ECG فهذه راح نشوف إضافة إلى راح نشوف راح نشوف r s r dash إضافة إلى راح نشوف في هذه المنطقة s t dip r r أو انخفاض في st و إضافة هذه مرات أيضا يسموها طبعا إذا تشوف على شكل حرف m فيسموها m shape m shape فلاحظتوا إجداء يصير عندنا طبعا هذه بيا ليدات نشوف ها بالليد v one v two زين هستش راح نشوف بالليد بهذه الليدات avl والليد الأول وال v five و v six شوف وش راح نشوف هذا الطبيعي الرسمة راح نشوف شنو هذه ال s wave لأنه الكهرباء مرة ثانية انتقلت ومبتعدة عن الليد الليدات هذه انتقلت مرة ثانية ومبتعدة عن الليدات v one وال v five asif one وال v five وال v six مبتعدة عنهم فراح شي صير طبعا مبتعدة عنهم طريقة بطيئة لأن الخلايا هي عدة تنقلها راح يصير عندنا حالة اسمها سلارد اس ويف شنو اس ويف هذه الاس ويف تكون ثقيلة بطيئة حالة سموها طبعا هل ما سموها حالة يسموها سلارد اس ويف سلارد اس ويف تكون بطيئة اسباب ال right bundle branch هي اسباب هواية منها طبعا على سبيل المثال لا يحصل ال right ventricle hypertrophy نتيجة للكور pulmonary myocardial infarction ممكن يدي لقاطعها rheumatic heart disease طبعا الامراض degenerative disease of conductive system وهذا طبعا يسموه conductive system والتوصيل الكارديومييوباثيس ممكن تسبب هذه الحالة فهذه بالنسبة ال right bundle branch block طيب هسا ننتقل لشنو نمسح ال R ونكتب lift bundle branch block راح أبقي 120 ملي سيكن أو أكثر من 120 ملي سيكن أو أكثر من ثلاثة مربعات صغيرة ذا أقصد هذا المكان لأنه الحالتين هي راح تأدي إلى انتقال شحنة بطريقة بطيئة فالثنين هاتم راح يأدون إلى زيادة الزمن أو زمن الانقباض بالنسبة لل vent لكن شراح أغير شوف شراح أغير الحال تقليلا راح تنعكس راح يصار عندنا هنا طبعا هذي راح مسحها في حالة left bundle branch block راح نشيلها راح نشيلها ونضعها على left side فهنا راح نشوف أنه صارت شغلة تختلف هسا left side هو اللي مدى يوصل الكهرباء طبعا لل left ventricle فاش راح يصر الشحنة راح تنتقل من وين في أول حالة في حالات الشي يسموها ال depolarization راح تصير ال septem راح يصير ال depolarization بشكل عكسي قبل كان يصير عن طريق left branch أو left bundle branch هسا left bundle branch ماتش تعمل فراح يصير ال depolarization لل septem لمنطقة الحاجز عن طريق ال right bundle branch فراح يكون تجاه الشحنة بهذه الطريقة فاش راح يصير راح نشوف أنه تكون R تقريبا شبه معدومة ومرات شوفها بشكل كلش بسيط لأنه مبتعد الشحنة عن V1 وش راح نشوف راح نشوف ال S wave تكون هي الأكثر ليش لأن الشحنة لما تبتعد ثم طينا negative deflection فنشوف ال S wave هي الأكثر راح يسموها deep S wave أو dominant S wave في هذه الليدات V1 و V2 طبعا وراها راح نشوف مرات هذه يسموها upright T wave أو تزداد T wave أو dominant T wave تصير أيضا ويانا طيب في حالة AVL والليد الأول وال V5 و V6 راح نشوف راح نشوف راح نشوف الكهرباء أيضا راح تجي هسا هالمرة بالعكس الكهرباء راح تجي من right side تحاول تغطي وتغذي left ventricle ليش لأنه left ventricle محتاج أيضا ينقبض وراح ياخذ كهرباء هواية من الجهة اليمنى فراح نشوف حالة يسموها monophasic ما بيها negative positive deflection فقط face وحدة R wave طبعا ما نشوف هناك Q wave لأن Q wave قبل كانت ناشئ أنه السيبتم من يصل لعكس وإذا تروح الكهرباء بالعكس فكانت تطلع عندنا Q wave الآن Q wave ما راح نشوفها راح نشوفها راح تكون بهذا الشكل R wave راح تكون بهذا الشكل monophasic و M shape أيضا يسموها M shape لكن هالمرة أفهموا بيعدنا بالليد الخمسة والليد الستة ضغلنا هذا الشكل وطبعا وراها يكون ST depression راح نلخص التغييرات اللي تصير عندنا ويا left bundle branch block فراح شنشوف راح نشوف dominant S wave أو deep S wave بيا ليد ليد الأول وليد V1 وV2 وراح نشوف upright T wave بهذا الطريقة لما T wave تكون عالية وراح شنشوف بالAVL والليد الأول وVF و6 راح نشوف absent of Q wave monophasic R wave يعني ما بيها negative فقط 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 فايز وحدة وراح نشوف ST depression يعني شنو أنه ST depression ظهر عندنا طبعا أسباب left bundle branch block هي أي سبب يسبب ضغط أو وجهات كثير على left side أو انقطاع في bundle branch منها vortex stenosis myocardial infarction hypertension cardiomyopathy degenerative disease of conductive system وإضافة إلى الهايبركاليميا وعقار الدايجوكسين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة